يمكن أكتر نقطة كنت حاولت أشرحها بالمقابلة الأولى هي تعقيد بناء هذا السجن اللي هو طبعاً كان معروف عنه معلومة متداولة في صدنايا ويبدو أنه كان معلومة لمؤكدة يعني أكتر أنه هو من خبراء ألمان وفيه له نمازج بالعالم هذا السجن وتحديداً بألمانيا يمكن انطلق منه هذه الفكرة تصميم هذا السجن السجن هو يعني هاي السلاسة كتل اللي منشوفها نحن بتشبه إشارة المارسيديس أكتر شي بتلتقي في وسط من المسدس نحن نسميه المسدس ساحة مسدسة الأضلع في وسط هذه الساحة تماماً هناك برج وهذا البرج معزول عن بقية السجن كاملاً اللي كان معروف إلنا أول معلومة أنه هذا البرج هو يعني تقريباً ارتفاعه أربع طوابق حتى السطح له مدخل خاص من خارج السجن الحرس لأنه الوحيد اللي بيدخل عليه بيدخل عليه مسلح وليس بالسلاح الرشاش العادي بل رشاش اللي كان يعني اللي هو الروسي اللي أكبر من الكلاشن كوف كنا بنشوفهن الحرس نحن وهن بيشوفونا هذا البرج هو مبنى داخل المبنى إذا بدي أنتقل للأجنحة أنا اللي هي الكتلة كل كتلة عرضها 32 وطولها تقريباً 90 متر أو مثل ما شرحت وكل كتلة تقسم لجناحين يعني بمعنى يسار ويمين يسار ويمين فنحن عنا 18 جناح بثلاث طوابق العليا في الطوابق اتنين السفلة هدوك تصميم آخر فيهم مفردات ومكان الإعدام وإلى آخره نحن عم نحكي بس عليه فوق هدول الـ 18 كل واحدة منهم إلى مدخل لحالة ودرج لحالة حتى أنا الدرج اللي بنزل عليه من هذا الجناح ما بينزل عليه نفس الشخص فأنت بتشوفي كأنه مبنى فيه كل هاي المباني يعني بيجمعها وفيه مبنى حراسي داخلي بيطلع الكل بنفس الوقت نعم وما حدا بيقدر يوصله لأنه نحن حتى هذا المسدس يعني عرضه كتير عريض وفيه فتحة هوائية يعني وفيه قضبان حديد طبعاً بعدين بيجي قضبان تاني منشوفهم وهنين بيشوفونا بس لا يمكن الوصل لبعضنا أبداً طيب طيب أسألك عن التعذيب داخل سجن سيدنا يا سيد ماهر هل كان يتم بالأغلب أمام أعين بقية السجناء لنشر الذعر خاصة نحن نتحدث عن السجناء السياسيين ماذا عن الإعدامات هل تتم هل منها ما يتم أمام أعين بقية السجناء وما أبشع أنواع التعذيب التي قامت بها قوات الأمن والسجنين في هذا السجن؟ طبعاً في تعذيب أمام السجناء حصل عدة مرات في دوري أنا موعدة مرات عديد من المرات بالأحرى بس ولكن في تعذيب يومي في برنامج التعذيب لا يتوقف لا في صيدنا يا ولا في أفرع المخابرات يعني أنت عندك تعذيب متواصل من سماع أصوات الناس اللي عم بتعذيب أحياناً بيكون 24 ساعة محل اللي كنت أنا في فرع المخابرات الجوية بالمزة تقريباً أغلب الأيام كان متواصل حتى الليلة الطباط يناوبوا على التعذيب وعلى التحقيق من إذا كترت القضايا فالأصعب بالتعذيب يمكن هو مو التعذيب الجسدي أكتر منه يعني الشخص تعود لطبيعة الشخص أكتر أنا يعني كان يعزبني موضوع سماع أصوات التعذيب للأماني مو عملية الإيلام الجسدي أكتر ربما بتعود لكل شخص وكل يعني هنين بيحاولوا قدر الإمكان يسببولك أكبر ألم قدرة من الألم وهذا في شيء من الدراسة يعني شيء شر لإنك نتصوره أنه أنت مثلاً في إحدى الحوادث اللي حصلت أنه مجموعة من يعني ما بدي مجموعة من السجناء بالعصيان عزبوا مجموعة تانية وكان هذه حادثة غريبة يعني فمثل ما بتعذب المخابرات فهدول السجناء الثلاثة هنين اتنين منهم تم انقطع أرجلهم لأنه صار معهم غرغرينا مع أنه ما عزبوهم أكثر من المخابرات فطلع أنه في طريقة لتعذيب بحيث أنه أنت ما يموت الشخص يعني كانوا يعملوا الضرب على الأرجل في خبرة نحن نفكرين أنه هذا الدولاب أو هذه العملية هي عملية عباسية لا طلعوا حتى في شيء يعني الطبي ليستمروا بتعذيبك أطول فترة ما ينقطع رجليك أو تموت طيب المعذبون سيد ماهر عندما يقومون بعملية التعذيب هل هم يعني وجوه مكشوفة مغطاة خشية إن خرج السجين حيا من هذا السجن يمكن أن يكشف أمره أم لم يكنوا يبالوا بذلك وبالتالي الآن يمكن أن يكونوا هما معروفين بالنسبة لأعادة الناس أو من كان داخل هذا السجن ونجا هلأ بالعموم هن الوجوه مكشوفة طبعا لكن نحن عيوننا مغطاة بالمعروف اسمه الطماشي اللي هو بينحط على الأعين وبينربط فأنت غالبا إذا كان حاط الطماشي بشكل كتير شديد في بعض السجانين كانوا يحرصوا على أن يطمشوا السجين مشان ما يشوفهم في بعضهم كانت يعني بيحطوها بشكل فنحن باللا إرادي عندما بتكون يعني تتعزب يعني تحقق معك فبيكون في ضوء من أسفلها فأنا كنت أرفع وشي يعني بلحظة معه هنين ممنوع ترفعي لأحركة لا إرادية وطبعا تتلقي ضرب لحظة فشوف أوجه هون أنا وفي أحيانا كانوا لأبي بصيدنايا ما يستخدم الطماشي كتير لأنه في مد طويلة فهنين بيعرفوا أنه نحن بنعرفهم هذا عم بحكي على فرق بين المخابرات في حال أسرة أو ذوي المعتقل أعلموا بأن ابنهم أخوهم أو أيا يكون موجود في سجن صيدنايا وكما علمنا أن هذا الأمر صعب هل هناك إمكانية سيد ماهر في ذلك الوقت لرشوة السجانين المعذبين ليكون العذاب أقل لتمرير لربما أي شيء للسجين في هذا الوضع الصعب داخل السجن؟ طبعا فيه بالإمكان بس ولكن صعب جدا يعني السجانين مختارين بعناية شديدة وأعتقد عليهم رقابة شديدة من أطراف تانية هذا اللي من شوي كنت عم حاول إشرحه بمقضية تعقيد صيدنايا هو ليس فقط معقد البناء هو معقد أيضا الإدارة يعني مثل النظام السوري بيشبه أنا من شوي حكيت أنه هذا السجن هو سجن حافظ أسد لأنه السجون تدمر ولا المزي هنالسجون كانوا موجودين قبل حافظ الأسد في عهود تاني سجن صيدنايا هو سجن صممه نظام حافظ الأسد النظام حافظ أسد بحد ذاته هو نظام جدا معقد وجدا صلب هاي الأفرع المخابرات اللي منتشرة كلها واللي كلها عندها كل الصلاحيات حتى على بعضها واللي خيوطها بتجتمع بيد شخص واحد وهي بتراقب بعضها نفس الأمر مكرر كمثال في عدة يعني خليني يقول تركيبات منها صيدنايا كمثال عن هذا النظام وكيف بنيته كيف بنيت وحتى في المسألة يعني إذا بدي أسقطه لصيدنايا عزل الأجنحة عن بعضها بهذه الطريقة تماما استخدمه كمان النظام في قضية عزل المجتمع السوري طائفيا عن بعضه وسياسيا منعرف أنه هو عاش على هذه التشققات داخل المجتمع الطائفي واستخدمها كلها هو ما خلى نوع من يعني خليني يقول ما من الروابط المقبل الوطنية أو المتخلف إن كان عشائري أو دينية أو طائفية إلا وحاول يستثمرها وحين تقوم عليه يوجه طرف آخر في قضايا اللي إلى علاقة بالأفرع وعلاقة السجانين فينا ممكن يوصلك رشوة صغيرة يعني أو عفوا يعني يوصلك شيء من خلال رشوة ولكن دائما بيكون شيء قليل جدا وغالبا أنه نحن كسجناء في مخاطر على السجانين في حال تعاملوا معنا في حوادث أنه عدة سجانين تعرضوا واحد منهم لمجرد أشياء صغيرة لثلاثة سنين وخمسة سنين سجن مو معانا بالسجن القضاء اللي هو هذا السجن الأبيض طحت الأحمر كان موجود طيب هل كان هناك أي نوع من التواصل بين السجناء هل مسموح إن كانوا داخل الزنزانات يعني هل كانت تفصيلها فقط حائط كونكريتي أم كانت هناك زنزانات تفصيلها مثلا أعمدة حديدية بإمكان المسجونين التواصل فيما بينهم أم لا الإنسان يعني المعتقلين تحديدا قدراتهم ليست بسيطة أبدا متعامل مع هذه الظروف نحن مثلا كان طبعا هاي الأجنحة فيه تواصل داخل الأجنحة ولكن كنا نتواصل مع اللي كانوا فوقنا أو اللي كانوا تحتنا من خلال ممرات التهوية فيه بكل مهجع مثل محل الحمامات وفيه يعني فتحة مسقبة فقط مشان أنت حتى شوف ما تشوفي منا يعني صاج حديد ومسقب مشان التهوية فكانوا يعني اخترع الطريقة بحيث يمط خيط وينزل هذا الخيط والخيط يتدخل من غير ثقب من المهجع اللي تحتنا ويجتم تبادل رسائل بيعني خيط يصير دائري وكان هاي الطريقة تستخدم بفترة من الفترات فكنا نتواصل بس طبعا بشكل كتير دقيق وبحالات يعني هلأ فينا نعبر عنها بالمنفردات في حالة كنا نتواصل من خلال مواسير المي نتحدث مع بعضنا اللي هي نحنا بيجيبولنا فيه مثل حنفيت مي بكل منفردة اللي أنا كنت فيه بالأليفات بصيدنايا فهي بيجيبولنا المي مرتين تقريبا خمس دقائق باليوم بتشرب فيهم ويعني بتستخدم المياه وبعدين بتنقطع المياه تماما عني فكنا نفضي بالنفخ طبعا المواسير ونحكي مع بعضنا بتستغربي دقة الصوت اللي بيوصل من خلال المواسير كأنك عم تحكي على التليفون أو خليني يقول كأنك فاتحة محادثة جماعية نحنا كنا تقريبا 14 منفردي نحكي مع بعض بهذا الجانب بهذا الأنبوب هو اللي واصل بناتنا وأحيانا في محلات تانية يمكن يوصل للعشرين أو اتنين وعشرين منفردي ومنتناقل الأخبار طبعا بين بعضنا وفيه يعني إجراءات أمن أنه ما منحكي باللهجة تبعنا مشان ما ننكشف منحكي برموز وكل واحد ألو اسم ومنحكي بالفصحة لماذا بالفصحة؟ حتى ما تكشف اللهجة تبعنا منين أنت لأنه السجان ممكن يستمع بلحظة فيعرف أنه هذا الشخص اللي هو من اللاتقي أو هذا الشخص اللي هو من الشام أو من حلب فيقدر يحدد أكتر وماذا انحدد؟ يعني خلال عمليات التعذيب يحاول السجين أن لا يكشف من أين هو؟ يعني في حال حدثت حوادث يعني أنا معي شخصيا مو أنا انكشفت يعني الشخص الخلفي تماما وأخرجوه عزبوه خلال ثلاثة أيام يعني الشخص تقريبا يمكن أسبوع كان فيه يوقف وبعضه حي وهو خارج السجن حاليا فيه كتير حوادث يعني بس يشوفك السجان فبيطلع بعزبك ممكن يموتك يعني هذا ما كنت أود أن أسألك سيد ماهر المعذبون لهم صلاحيات قتل السجين؟ طبعا يعني طبعا في أوامر قتل بقتل بعض السجناء أو خليني يقول دفع هنين بيفهموا على بعض يعني بمعنى أنه الأوامر أحيانا هاي أنا بعتقد بتجي أما مرمزة وأما شفاهية يعني بيجي أمر شدة نحنا إجا أنا يوم تلي يعني نحنا وصلنا صيدنايا أنا والأبناء قضيتي اللي دخلنا نحنا بنفس القضية فكان جاي علينا أمر شدة يعني فضلينا بيسموه حفلة الاستقبال نحنا كنا فقط سماء ثمان شباب فضلوا يعزبونا تقريبا من التسعة الصبح لحتى الأربعة ونص المساء وعم نحكي عن شيء يمكن خمسة عشرين عسكري أكتر منا عددا هنين عم يقوموا بتعذيبنا نحنا الثماني متواصل التعذيب طبعا لم يتوقف يعني كانوا واحد أو اثنين على الطول عم يتعرضوا لتعذيب وتعذيب شديد وبعدة أشكال يعني من القطار ومن التعليق ومن الضرب العادي بالهروات والدولاب وكل شيء طيب سيد ماهر بحسب المعلومات التي لديك هل تشكلت بهذا الوقت القليل على الأقل لجنة محلية داخل سوريا لمعرفة أسماء المعتقلين بشكل كامل داخل سجن سيدنايا وبقية السجون لتسهيل الأمر على ذويهم ذوي المعتقلين أقصد؟ بالتأكيد بدأت بعض الفرق لكن لما في تنسيق على مستوى خليني يقول كما يستحق وطني لتوسيق كل قضايا السجناء المعتقلين بما يخص موضوع سيدنايا والأهالي هلا اللي عم نحكي عنهم أنا يعني ما فيني أحكي لك أنا كل الليل كنت حتى مع أحد الفرق اللي هنين عم ينقبوا بنفس اللحظة عم يسألوني على بعض التفاصيل نحنا في فترة العصيان استعصاء سيدنايا اللي حدث والمجزر الشهيرة اللي انتهى فيها بـ 2008 استطعنا السيطرة على المبنى السجن الأحمر نحنا كمعتقلين وضلت السيطرة يعني بشكل متواصل تقريباً تسعة أشهر ومتقطع أكتر بشوي وبهاي الفترة نحنا تعرفنا على هاي الخريطة اللي عم قلك عليها عن تركيبة السجن المعقدة والأبواب الخارجية فقط من ساعات قليلة كنت عم بحكي مع أحد الأشخاص اللي هو موجود في سجن سيدنايا وعم بشرح لون عم يسألوني عن باب المطبخ الخارجي والداخلي لأنه في مطابخ سجن سيدنايا مساحته الطابقية فقط يعني 3 طوابق الفوق أعتقد بحدود 20 ألف متر ونحنا عم نحكي عن طابقين تحت هذا المبنى الداخلي وليس الأسوار والمباني المحيطة يعني نحنا عم نحكي يمكن مساحة 24 ألف متر أو 24 دنم فقط هذا المبنى بكل طوابق والتوزيعات اللي فيه فيه محل اسمه الندوي ففيه بوابات نحنا ما قدرنا نوصلها بالأستعصاء نحنا بالأستعصاء سيطرنا على هذا المبنى الأحمر فيه بوابتين قريبين واحدة منهم هاي البوابات كان يقال أنه فيها أنا هلا من يعني كنت عم دلهم لهذا الأشخاص فيها نفق بيربط السجن الأبيض بالأحمر وفيها بوابات لدخول سريات الحراسة للبرج اللي حكيت عنه في البداية اللي هو موجود في قلب ساحة السجن الداخلية هاي البوابات ربما تكون فيها يعني نحنا لم نصل لها لأنه الاستعصاء ضل داخل هذا المبنى الأحمر هذا ما بعيد تقريبا حوالي 100 متر عننا فأشرطلن لبعض النقاط في للسجن بما يخص موضوع اللجان بحاجة عمل أكتر من جمعيات سورية بحاجة تدخل جسم القضاء السوري بقية البيروقراطية بتصور هذا الشيء يعني حاليا المسؤولين اللي هنين بإدارة العمليات فعلا طبقوا بشكل أبقوا على الوزراء الموجودين في مكاتبهم وطلبوا منهم متابعة العمل وبعتقد خلال يومين ثلاثة سيتم دعوة الموظفين لإعادة إدارة مؤسسات الدولية شكرا جزيلا من برلين السياسي والحقوقي والمعتقل السابق السوري ماهر أسبر